أسعد الله وأوقاتكم طلابي سنتحدث الآن عن قاعدة جديدة وهي أسلوب الاستفهام أسلوب الاستفهام في اللغة العربية قد يكون باستخدام حروف وقد يكون باستخدام أسماء الحروف التي نستخدمها في أسلوب الاستفهام هي الهمزة وهل الهمزة تستخدم للجمل المثبتة والمنفية مثال أجاء وليد لاحظ أن الهمزة هنا استخدمت في جملة مثبتة مثبتة يعني لا يوجد فيها حرف نفي أما في المثال الثاني أما جاء وليد أو ألم تذهب إلى الحديقة لاحظ أن الهمزة هنا قد أتى بعدها حرف نفي وهو ما وفي قولنا ألم تذهب إلى الحديقة استخدمنا حرف النفي لم أما هل تستخدم فقط للجمل المثبتة فقط نقول هل جاء وليد لاحظ أن هل هنا حرف واستخدم في جملة مثبتة أي لا يوجد فيها حرف نفي أما الأسماء التي نستخدمها في الاستفهام هي أما من ويستفهم بها عن العاقل أما ما يستفهم بها عن غير العاقل متى وأيان يستفهم بها عن الزمان وأين وأنا يستفهم بها عن المكان أما كيف يستفهم بها عن الحال وكم يستفهم بها عن العدد أما أي يستفهم بها عن جميع المعاني أما هنا أدوات الاستفهام مع أمثلة قلنا أن من تستخدم للعاقل نقول مثال من تشرح الدرس؟ ما أو ماذا؟ كقولنا ما لون الموز؟ لاحظ هنا لون الموز غير عاقل أما أين؟ قلنا نستخدمها للسؤال عن المكان أين يقع بيتك؟ أما متى للزمان؟ نقول متى تذهب إلى المدرسة؟ أو كيف حالك اليوم؟ وهل تكون إجابتها إما نعم أو لا؟ مثل هل تحبين القراءة؟ أما كم نسأل بها عن عدد مثل كم عدد حروف اللغة العربية؟ لاحظ أن أسلوب الاستفهام يتكون من أداة الاستفهام والشيء الذي نستفهم أن وإعلامة الاستفهام لدينا تدريب هنا لائم بين المجموعة ألف والمجموعة با كيف لاحظ أن كيف يستفهم بها عن الحال إذن كيف يستفهم بها عن الحال أما ما قلنا يستفهم بها عن غير العاقل ما يستفهم بها عن غير العاقل أما متى نلاحظ أن متى يستفهم بها عن الزمان يستفهم بها عن الزمان أما هل نستفهم بها عن طلب التصديق ويتكون عادة إجابتها بنعم أو لا أما أين نستفهم بها عند سؤالنا عن المكان أما ماذا يستفهم بها عن سبب أما من قلنا أن من من أدوات الاستفام التي تستخدم للعاقل يستفهم بها عن العاقل وأخيرا كم نلاحظ أن كم يستفهم بها عادة عن العدد إذن كم يستفهم بها عن العدد المطلوب منكم القيام بحل التدريبات صفحة 76 و77 في الكتاب لاحظ أن التدريب الأول لديك جدول والمطلوب من وضع سؤال على متى وكيف وأين وكم وما السؤال الثاني لديك لديك إجابة كان الحفل المدرسي كان الحفل المدرسي مبهرا وجميلا ما أداة الاستفهام المناسبة هنا نقول كيف كان الحفل المدرسي أما في الجملة الثانية الصف الخامسي 26 طالبا ماذا نختار لاحظ أن هنا أعطى عدد إذن نختار كم وهكذا باقي التدريبات إذن المطلوب منكم طلابي حل هذه الأسئلة المعتصف 76 و77 مع الشكر الجزيل للمتابعة